أعلن وزير العمل محمد جبران خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن البدء في الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين من 600 جنيه إلى 1500 جنيه وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس السيسي أكد الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة بدفع إعانات أجور لهم وأعلن مجلس الإدارة أيضا أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه في عام 2002 حتى نهاية يوليو 2024 مليارين و231 مليون بالإضافة إلى 567 ألف جنيه استفاد منها 424 ألف وتسعة عشر عاملا يعملون في 3986 منشآت ترجمة نانسي قنقر